اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الحماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية المنطقة كذلك الاستفادة من مياه السيول وتغزين مياهها مع مراعاة تناغم والتساق أي إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومي لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية حيث وجه السيد الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل حيث وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي باعتباره امتدادا لطريق السويس ومدخلا رئيسيا لشرق القاهرة والاهتمام بالتنصيق الحضري والتشجير مع رفع كفاءة المباني وتطوير الأراضي الفضاء المحيطة بالطريق وتم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق وغيرها من المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسؤول المحافظة والأحياء وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بالتنصيق الحضري لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة القيادة الاستراتيجية ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الفنون والثقافة ومسجد مصر